موسيقى موسيقى السلام عليكم و عشق الدرجة النهرية السلام عليكم و عشق الدرجة النهرية اليوم بالموضع هو كيف نشرع مطور بلاكة صغيرة ام مطور كبيرة و ما سوف نفander هذا السؤال كما تعرف أن البلاكة صغيرة minez and Pastel تحت بالنسبة لبلاكة كبيرة و معها و معها الإيجابية بالنسبة لك أنت في المدينة و كنت تقرأ و كنت بخير من الأحسن لك أنك تشري مطور ببلاقة صغيرة يعني لصورة نستعود لك تكون 14 و 28 يعني 14 ألف و لا 28 يعني لصورة ما كتفوتش 28 العام وبالنسبة للسرعة طاعة المطور يعني ما كتفوتش 90 يعني كتلقى السرعة طاعة 70 80 90 وبالنسبة للمطور بلاقة صغيرة كتكون ما في من البرمي و كيكون المصارف تاعة اللي هو مارخاص يعني ماشي بحالة للمطور بلاقة كبيرة لابندزول المطور بلاقة كبيرة وبالنسبة للمطور بلاقة كبيرة أول حاجة للمطور يكون غالي و كي كنت تمنتع على سورانس ذي يعني كي وصلت إلى 52 ألف وبالنسبة للبرمي كان ببرمي أ يعني اللي كتدوزو من المطور اللي أقل من 125 اللي قسك تسوق يعني اللي دير 1500 دران وببرمي أ اللي قسك جامع المطور كبار اللي دير 2000 و 250 دران وبالنسبة للمطور الكبير يمكنك أنك تدوزو من لوتوروت يعني و في الركبة كتكون ركبة زوينة يعني ركبة مرتاحة ماشي بحالة مطور صغير و لكن المصاريف كيكونوا زيدين بزاف على مطور بلاقة صغيرة يعني بلاقة صغيرة بالنسبة للناس اللي يعني كي يقراو بلاقة صغيرة يعني و لحده من المدينة يعني ما كي خرجوا و ما يصفروا و ما أولو من الأحسن لأنه يأخذ مطور بلاقة صغيرة يعني بالنسبة لليسانس كي يكون ما كي يكون سوميش مطور صغيرة بزاف بالنسبة للاسوناس كتكون رخيصة و بالنسبة لبيرمي ما كي لبيرمي الأولو لحد الساعة و بالنسبة للمطور بلاقة كبيرة يعني لكنت كتصفرة بزاف و كنتي خدار من الأحسن لك أنك تشري مطور بلاقة كبيرة يعني كتكون تار ركبة مزينة يعني السرعة كتكون زوينة و بالنسبة لفرنات كي يكونوا مزينين و بالنسبة للصفار يعني كتكون مصافرة مرتاح يعني ماشي بحالة موتور صغير و نتمنى أن نعيش بكم الفيديو و لا تنسى أن تخليلي في كومنتير لكي تتأخذ وش بلاقة كبيرة أو موتور بلاقة صغيرة